أهلا وسهلا فيكم موليد برج الجوزاء أو مصبوط الجوزاء عم نقرأ، عم نحاول نقرأ الفترة الجاية اللي برج الجوزاء المشاكس اللي كل أصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين بس الحق يقال هم كتير طيبين والحلو فيهم التفاؤل جماعة متفائلين كتير في الحياة أنا خلط طبعاً الوراء قبل الفيديو كمان عم بخلطه بطريقة أكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي أنا بحبهم كتير بتشاكس معاهم كتير في الحياة اللي هم برج الجوزاء بس بمصالح بسرعة لأنهم كتير مغضومين وكتير حلوين بحبوا كتير يعني ينقضوا وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون سلبهم يعني الصوت جماعة كتير متفائلين هذا سبب نجاحهم في الشغل أكتر ما إنه في العطفة في الحياة بشكل عام أنا بقول ما عم بقول توقعات لكن برج الجوزاء من الأبراج الناقضة يلي بتنقض ما بتخلي شي بقلبها بتقولوا بأي طريقة بدون ما تفكر إيش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة بقولوا يلي بقلبهم وهذا أكتر شي أنا بحبه فيهم بزعلوك شوي لكن سرع بسرع بسرع بصلحوك ما بتعرف كيف يعني كانهم نسيوا الشي يلي عندلوه فبرج الجوزاء صديق ممتاز حبيب رائع لإنه متجدد دائما وأبدا برج الجوزاء وهو شخص مسؤول في الحياة فإذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء شاب من برج الجوزاء فهذا شي كتير يعني فرصة حلوة لها لإنه متحمل للمسؤولية خلينا نحكي عن الفترة الجاي برج الجوزاء كانوا شوي تقال عليك أنت بدك الأمور تكون بيرفكت كتير بالشغل بالعاطفة بتحاول توازن كل الأمور بدك كل شي مثالي ولإنك أنت شخصيتك قريبة من المثالية شخص برج الجوزاء بيحاول بيقاتل أو في صراع دائما مع نفسه لإنه بيحاول يوصل للمثالية وهذا إشي أنا بعتبره يعني غلط كبير لإنه أحيانا حتى العيوبنا يعني بتكون حلوة هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك بس لأ في عيوب حلوة أحيانا بنحب أشخاص عندهم بعيوب كتير بس نحنا بنحب هاي العيوب لأنها ضال عم يعني من قالهم ما عم يمثلوا علينا فبرج الجوزاء بطمناك أنه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني أمور تمام هلأ أنت عم تحلم عم تحلم وتحلم 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 وتقول متى بده هذا الإشي يصير وخلاص ولو بده يصير كان يصير لا بالأخير في ميزان في عدل الأمور كلها رح تصب في صالحك في الفترة الجاي والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمور لك الشر فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك ما بقول أنه أنتوا رح تبعدوا عن بعض أو أنا بصراحة ما بحكي أنه ما بحدد الآن عاطفة أو عمل لكن هو فيه شخص منكد عليك بالعربي فأنت طول الوقت بدك تتلاشعه بدك تهمشه وهذا الإشي اللي بيزيد غيرته منك لذلك هو بالأرجح يكون في العمل كان يعني شوي عم بهيئنا لشهر ستة وسبعة وتمانية ما بدي أحكي لك أضحك عليك أقول لك أنه كل الفترة حلوة كتير شوي تكمل في أحلامك استنى المفاجآت الحلوة هتأخذك طبعا في العمل في العمل والعاطفة كمان لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة بدك تستنى شي خمستاشر يوم أقل من شهر فالفترة الجاي كتير واعدة بالنسبة لإلك وحتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين أنه أنا فتحت من هديك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي فهو شبه دورة عم بتمر فيها لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف حلاوة الأمور اللي جايتك بالفترة الجاي والحب الحب يا جوزة الحب جاي جاي بطريقة يعني حتمية خلينا نقول إنه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية لكن إنت كنت كتير متنشو كتير شايفو إنه مش لقلك أو إنت مش لقلو هذا الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه لكن أنت تفكيرك صح خليك ماشي في الخط اللي أنت فيه والشخص اللي أنا عم بقولك عنه أو الفرصة هي جاي في الفترة هاي فترة خلينا نحكيها لحب والسلام لبرج الجوزة لأنه بيستاهل كل خير برج كتير مكافح وبالآخر يعني عن جده بيوصل للشيء يلي بديه لأنه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت خاصة من ناحية الشغل حتاخد مكانتك اللي أنت بتستحقها مش اللي أنت هلأ فيها لذلك بقولك اتفائل إنه الفترة الجاي كتير حلوة ما بضحك عليك ما بقولك إنه كل الفترة لكن خلينا نحكي تمانين بالمئة من الثلاث أشهر الجايين حيكونوا سعادة بالنسبة إليك فضيعة أول السنة كانت مش مبشرة كنت تقول والناس اللي كانوا يبعتولي كان يقولولي إنه شو برج الجوزة تضحكوا علينا وكذا لا أنا قلت من قبل إنه شهر واحد واثنين وثلاث حيكونوا شوي صعبين على برج الجوزة لكن بدهم يصبروا شوي وفعلا النص الثاني أحلب كتير من النص الأولاني في برج الجوزة خلينا نحكي إنه أول ست أشهر من هاي السنة كانوا عبارة عن لملمة أمور كيف تحكيها إنه يعني الأمور اللي مش عاجبانة عم نتخلص منها عم نتخلص منها عم نحس إنه إحنا مش مرتاحين لوجود أشخاص أو أمور حولنا حيثيات إحنا ما حبيناها لكنها يعني هي الطريق هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي أنت بدك إياه مرة ثانية بحذر برج الجوزة من أول 15 يوم ما بحذره يعني ما بخوفه بقوله إنه صعبين أو كذا لا لكن المياه حتكون راكدة يعني لو بدك تفكر إنه في مصباح سحري وحال الأمور واو حتكون هيك بسرعة من الببل طاقة لا بدك تكمل وما تفقد سمام الأمور ما تعصب كتير بدك تروق يا برج الجوزة أنت عندك أعصابك كتير مشدودة طول الوقت وعم بتروح عالبيت عم بتفكر بالشغل وعم بتروح عالشغل عم بتفكر بالبيت والعاطفة حاسس إنه الأمور ما زابطة كتير معك لكن بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة لإلك وكمان مش بس الثلاث أشهر الجايين لأ كمان الشهر الزيادة تكون كتير حلو بالإضافة لآخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزة أحلامك كلها حتتحول لحقائق ما بحب أبالغ كتير لكن هذا اللي مبين عندي وطبعاً لوقتها يعني من هون لهذاك الوقت حأنزل باستمرار الوارد والجديد عندي فتابعوني وقوت لك لبرج الجوزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر